اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام تميز العلاقات البحرينية المصرية بروابط تاريخية متينة ومواقف خوية ثابتة وموحدة بشأن تدعيم التعاون الثنائي لما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واتباع سياسة حكيمة تنشد الامن والسلام والاستقرار الاقليمي والدولي وتدعو الى تضافر الجهود الدولية في مكافحة التطرف والعنف والارهاب واشاد الوزير لدى زيرة الى صحيفتي الجمهورية والاخبار بالقاهرة بالتاريخ العريق للصحافة المصرية واسهاماتها في التنوير والتثقيف والتوعية ودورها في الدفاع عن القضايا القومية العربية واتجاهاتها المشرفة في الذود عن عروبة وسيادة مملكة البحرين وأمنها واستقرارها والحرس على الأمن القومي الخليجي والعربي في مواجهة التدخلات الإيرانية العدائية وأعرب وزير شؤون الإعلام عن إعجابه بتطور المؤسسات الصحفية المصرية وإصداراتها المتنوعة من الصحف والمجلات والتقارير والكتب والدوريات المتخصصة في مختلف المجلات لفتا إلى استفادة وسائل الصحافة والإعلام البحرينية من الكوادر والتجارب المصرية العريقة واستعرض الرميح خلال لقاءاته مع رئيسي مجلس الإدارة والتحرير وعدد من الصحفين وكتاب الأعمدة سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات الفنية والتقنية والتعاون في مجال البحوث والتدريب وتنسيق الجهود في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ونشي الحقائق والتصدي لحملة التشويه والإساءة في وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلدان العربية وعرقلة مسيرتها الديمقراطية والتنموية وأكد أن مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وما أحدثه من إصلاحات سياسية ودستورية حريصة على تعزيز الانفتاح الإعلامي ودعم الحوار الفكري والحضاري والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية المصرية الرائدة بما يعزز التعاون المشترك وبثروح التسامح والاحترام المتبادل والحوار البناء بين الحضارات والثقافات والأديان وأشار إلى العديد من القواسم المشتركة بين البلدين في ظل تمتعها بموقع جغرافي وستراتيجي مميز وعضويتهما الفاعلة في منظمات الإقليمية والدولية وما تمثلانه من تجارب رائدة في التطور الديمقراطي والاقتصادي ومركز للإشاع الديني والحضاري يدعو إلى الوسطية والتسامح والاعتدال مشيدا في هذا الصدد بالنهج الحكيم لمؤسسات الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في نشر العلوم والقيم الدينية والأخلاقية الرفيعة والتسامح بين الأديان والمذاهب وثمن حرص البلدين على استثباب الأمن والاستقرار ومشاركتهم الفاعلة في التحالف الدولي والإسلامي لمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومطالبتهما لإيران باحترام مبادئ القانون الدولي القائمة على حسن الجوار ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو استخدام القوة أو التهديد بها من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم وعرب سعدة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام عن تفاؤله بالنتائج المثمرة للقمة البحرينية المصرية لصاحب الجلال وأخي فخامة الرئيس وعلى رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى كونها إضافة نوعية إلى مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية وتفتح آفاقا واعدة أمام تنمية التبادل التجاري والسياحي وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين